بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات ولو أني ما تشوف أخوات أسعد الله مساءكم بكل خير كالعادة ضمن برنامجنا الثقافي من اللجنة الثقافية والأمانة العامة أن نستضيف اليوم الأخوة الكرام الأستاذ يعقوب سيادي الكاتب الصحفي المعروف والأستاذ ريسر خليفة عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة القانونية في المنبر التقدمي حول التجنيس التجنيس بين المحددات القانونية والتداعيات الاجتماعية والسياسية طبعا رفاق تعرفون موضوع التجنيس موضوع خطير وحساس ويعني لا أبالغ إذا قلت آفة أو قم بلا موقوتة طبعا لما لها من تداعيات واستحقاقات كثيرة بدأت تظهر على السقف مثل الإسكان، التعليم، الصحة، الوظائف، وكثير من الأزمات وأيضا على الهوية الوطنية والقومية والحقيقة المعارضة يعني ما قصرت يعني في بداية الأزمة نبهت وحذرت كل الجهات سواء كان رسمية أو غير رسمية من هذا الخطر القادم وأيضا لا تتذكرون نادي العروبة لما سوى ندوة سويناها يعني ندوة جماهرية كبيرة سويناها داخل النادي وبرا النادي عندنا قاعة قاعة برا ساحة كرة قدم أيضا امتلأت ولا أبالغ داكلت حضرها عشرات الألاف كلها من كل القوى السياسية المعارضة وها نحن اليوم نعيش الأزمة والذي طالت الكل بلا استثناء ولكن ش نقول يعني سوف نبدأ أعطي الميكرافون لإخواني ونبدأ بحسب ما اتفقوا باستاذ خليفة فيصل خليفة سوري أشكر الرفاق في جميع التجمع القومي على استضافتها الفعالية التي بتعلق بمشكلة التجنيس في البحرين وفي البداية يعني حد نعكد بأننا وحنا نتطرق إلى مشكلة التجنيس فأننا لا يعني نحمل مسألة التجنيس إلى من أعطيت لهم الجنسية وليست لدينا أي مشكلة مع من حصل على الجنسية وإنما مشكلتنا هي مع السياسات المتبعة في عملية التجنيس بما لها من آثار مدمرة اقتصادية واجتماعية على البلد أما من حصل على الجنسية فهم بعضهم هم أخواننا سواء في القومية في العروبة أو هم أخواننا في الدين الإسلامي أو في الإنسانية فإحنا ما عندنا أي يعني مشكلة معهم وإنما انتقاداتنا هي إلى سياسة التجنيس المتبعة ورقة أنا تتعلق بالشق القانوني لمسألة التجنيس والتي سأقرأ عليكم عرفت محكمة العدد الدولية الدولية في حكمها في حكم لها في ستة أربعة الف سعين وخمسة وخمسين الجنسية بكونها علاقة قانونية تتكز على رابط اجتماعية وعلى تضامن فعلي في المعيشة والمصالح والمشاعر إذن فالجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة يعتبر الفرد بمقتضاها عضوا في شعب الدولة فالجنسية هي التي تحدد ركن الشعب في الدولة وكون الجنسية علاقة قانونية فهذا يعني أن القانون هو الذي يحدد كيف تنشأ وكيف تزول كما يحدد الآثار المترتبة عليها غير أنها كرابطة قانونية تختلف عن غيرها من الروابط القانونية بقيامها على اعتبارات سياسية واجتماعية فهي تقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة وعلى توافر نوع من الصلة الروحية والاجتماعية فوجود رابطة حقيقية مادية كانت أو معنوية بين الدولة والشخص الذي تمنعهم جنسيتها هو الأساس الفعلي الذي تبنى عليه جميع القواعد التي تضعها الدولة لتحديد الأفراد الداخلين في جنسيتها ومن استقرار تشريعاتها الجنسية في مختلف الدول نجد أن هناك طرقا لا تحيد عنها الدول في تحديد كيفية اكتساب جنسيتها والدولة ليس مقيدة باتباعيا من هذه الوصول بالذات ولكن التزامها منحصر في ضرورة عدم الخروج عليها في مجموعها فهي تملك الأخ بين من هذه الوصول دون الأخرى ولكن لا تملك تنظيم جنسيتها على أساس يتنافى معها قاطبة وهذه الأصول ترج جميعها إلى الفكرة الأساسية وهي وجوب توافر رابط كافية مادية أو معنوية بين الفرد والدولة التي تمنعه جنسيتها واكتساب جنسية دولة يتم بحدى طريقين أما بصفة أساسية أصلية بمعنى أن الجنسية تثبت للفرد من لحظة ميلاده والجنسية الأصلية التي تثبت للفرد من لحظة ميلاده تبنى على أساسين الأساس الأول هو يعرف بحق الدم والأساس الثاني هو يعرف بحق الأقليل والأساس الأول الذي يعرف بحق الدم يقصد به حق الفرد في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي إليها عباؤه ومجرد ميلاده أي استناد إلى الأصل العائلي وسميت بجنسية النسب والنسب الذي يعول عليه في اكتساب الجنسية هو عادة النسب من الأب ولكن قد يعتد أحيانا بالنسب من الأم وبحسب قانون الجنسية البحريني لعام 1963 المعدل في المعدة أربعة منهم فأن الشخص يعتبر بحرينيا في أحد الحالتين إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة وباء إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينيا عند ولادته على أن يكون مجهول الأذ أو لم تثبت نسبته لعبه قانونا هذا هو الإساس الأول لإكتساب الجنسية أما الإساس الثاني الجنسية الأصلية فيتم بصفة عربية بمعنى أن جنسية الدولة لا تلحق الفرد منذ ميلاده بل تطرع عليه خلال حياته ويعرف هذا الأساس بحق الإقليم وهو يقضي أو وهو يقضي بتأسس الجنسية على الصلة التي تربط الفرد بالإقليم الذي ولد فيه دون النظر إلى الأصل الذي ينحدر منه المولود أي سواء لأبوين موطنيين أم أجنبيين فالعبرة في الأرض التي ولد عليها ويمكن إدراج ما تنص عليه المادة خمسة من قانون الجنسية البحريني ضمنها للأساس فهي تنص على اعتبار الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيق مولودا فيها ما لم يثبت العكس أما الطريقة الثانية اكتساب جنسية الدولة فيكون عن طريقة دخول في جنسية الدولة دخولا لاحقا على الميلاد ويعتبر التجنيس أو يعتبر التجنس أهم وسيلة للدخول في جنسة الدولة دخولا لاحقا على الميلاد والتجنيس لا يتم إلا باجتماع إرادتين وهما إرادة الفرد وإرادة الدولة فلا بد من توفر إرادة الفرد الصريحة في التجنس فالتجنس عمل إرادي لا يقع من تلقاء نفسه أو يفرض على الفرد كما هو الحال بالنسبة للجنسية الأصلية فلا يمكن للدولة تجاهل إرادة الفرد فتضمه لما اجتمعها الوطني رغما عنه أما الركن الثاني فهو وجوب موافقة الدولة على دخول الفرد في جنسيتها فالتجنس منح من الدولة وهو بذلك خاضع إلى سلطتها التقديرية فالدولة لا تلتزم بمنح جنسياتها للفرد بمجرد تحقق كافة الشروط المطلوبة بل هي تستطيع بالرغم ذلك رهب طلب التجنيس دون حاجة لإبداء الأسباب والسلطة التقديرية هنا أمر لازم لتمكين الدولة من تحديد عدد الداخلين في جنسيتها بما يتلاءم مع حاجاتها وأغراضها السياسية فإذا كانت تعاني نقصا في السكان تسمح لأكبر عدد من الأجانب بالدخول إلى جنسيتها أما إذا لم تكن في حاجة إلى زيادة عدد السكان بل في حاجة إلى ضم العناصر المفيدة إلى مجتمعها الوطني فأنها تستطيع استعمال سلطتها التقديرية في رفض تجنس كل من لا ترى نفعا في دخوله إلى جنسيتها والتجنيس لا يبتكز على الرباط العائلي ولا يقوم على الرباط المادي الذي يتوفر بالميلاد في قليم الدولة وإنما يستند إلى وجود رباط معنوي في مقتضاه اندماج طالب التجنيس روحيا واجتماعيا في مجتمع الدولة ورغبته في أن يصبح من رعاياها لذلك تعلق الدولة عادة منح جنسيتها للأجنبي على شروط معينة تهدف إلى التأكد من توافر هذا الرابط المعنوي واندماج الأجنبي في الجماعة الوطنية فمختلف التشريعات تشترط إقامة الأجنبي في قليم الدولة خلال فترة معينة كشرط للدخول في جنسية الدولة فالتجنس ما هو إلا التعبير القانوني عن اندماج الأجنبي في مجتمع الدولة اندماجا فعليا ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا باستقرار الأجنبي في قليم الدولة لفترة تكفي لتطبعه بطباع شعبها كما أن وجود الأجنبي في قليم الدولة من شأنه أن يمكنها من فرض رقابتها عليه للتأكد من ولائه وصلاحيته للدخول في جنسيتها أما عن الإقامة اللازمة لاكتساب جنسية الدولة فلا يوجد بشأنها قاعدة مستقرة فهي تختلف من دولة إلى أخرى بل تختلف من زمن إلى آخر في نطاق نفس الدولة تبعا لاختلاف حاجتها إلى السكان وبهذا الصدد نصت المادة ستة البند ألف من قانون الجنسية البحريني بأنه يمكن لعضبة الحاكمة أن يمنح الجنسية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت لديه الفقر ألف أن يكون قد جعل بطريق المشروع قامته العادية في البحرين مدة خمسة وعشرين سنة متتالية على الأقل أو خمسة عشر سنة متتالية على الأقل إن كان عربيا بعد التاريخ العمل بهذا القانون ويمكن أن تميز الدول بين الأجانب فتكتفي إلى فئة معينة من الأجانب بمدة إقامة أقصر من المدة المطلوبة بالنسبة لمن يؤدون خدمات جيدة للدولة أو الذي يكون في انضم أمهم إلى مجتمع الوطني فائدة لها بسبب لشاطهم المهني أو الاقتصادي أو العلمي أو غيره وهذا منصت عليه الفقرة اثنين من المادة ستة من قانون الجنسية البحريني استثناء بمواردة في الفقرة ألف من نفس المادة وقد لا تجد الدولة في توافر شرطة الإقامة دليلاً كافياً على الاندماج الأجنبي طالب التجنيش في مجتمعها فتضع شروطاً أخرى يقصد بها التأكد من تمام اندماجه في المجتمع الوطني ومن أهم هذه الشروط إلمام طالب التجنيش بلغة البلاد وهذا ما نصت عليه الفقرة جيد من البند ألف من المادة ستة من قانون الجنسية البحريني حيث اشترطت في طالب التجنيش معرفة اللغة العربية معرفة كافية وإذا ما اكتسب المتجنس الجنسية امتدت جنسيته إلى أولاده القصر وهذا ما تنص عليه البند أربعة من المادة ستة من قانون الجنسية البحريني حيث يعتبر أولاد المتجنس القصر البحرينيين بالتجنس من وقت منح والدهم الجنسية أما بالنسبة إلى زوجة المتجنس فلا تكتسب الجنسية بالتبعية لجنسية زوجها وإنما لها إعلان رقبتها بالتجنس واستمرت من قيمة مع زوجها في البحرين مدة خمس سنوات ويجوز لوزير الداخلية لإعفاء من هذه المدة أو بعضها ويجوز له بقراءة مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية مشكلة التجنيس في البحرين هي قضية خلافية ودائما ما كانت سببا لإثارة الخلاف وعدم الثقة منذ فترة طويلة بين الحكومة والجهل المسؤولة فيها عن التجنيس وبين المجتمع بمختلف أطيابه من دون استثناء فجميع التصريحات المنسوبة المسؤولين تنفي وجود أي تجاوزات في عملية التجنيس فعلى سبيل المثال في رد وزير الداخلية في مجلس النواب على سؤال لأحد النواب وهو ما قطته جريدة الوسط في عددها رقم 2275 في 2 ديسمبر 2008 نفى وجود تجاوزات في التجنيس حيث حدد عدد من تم تجنيسهم خلال خمس سنوات بسبعة آلاف واثنحشر شخص فقط أما مدير ذات الجنسية السيد عيسى تركي فقد نقل عنه في مقابل أجرتها معه وجريدة الأيام في العدد 830 بتاريخ 14 يولو 2011 نفيه ما يسمى بالتجنيس السياسي مؤكدا أنها دعاءات مرسلة ولا أساسة لها من الصحة وتستند إلى أنباء وشائعات وأن كل ما يقال من قبل بعض أن أعداد المجنسين هي أقام غير صحيحة ولا تستند إلى أسس أو معايير إحصائية علمية يمكن الاعتراف فيها وإنما هي مجرد افتراضات مضالغا فيها للغاية وأن حقيقة الأمر والكلام المدير ذات الجنسية هو أن أعداد المجنسين خلال السنوات من يناير 2001 وحتى أول يوليو 2011 يبلغ 15136 شخصا وأن هذا العدد يشمل دول الأصول الإيرانية ويبلغ 600011 شخصا بنسبة 39.71% من إجمال المجنسين كما يشمل أبناء البحرينيات ويبلغ 464 شخصا وأن المعدل السنوي الحاصلين على الجنسية خلال هذه الفترة هو 1376 شخصا وأن نسبة من تم تجنسهم انخفضت من 1% في تعداد سكان 2001 إلى أقل من هذا النسبة حوالي 95% في الألف من 10% وهي نسبة بئيلة لا يوجد لها تأثير ملحوظ على التركيبة السكانية أمام النسبة لمن تم منحهم الجنسية البحريني استثناءا من الشروط فقد تم منحها لمن أدى خدمات جليلة للبحريني سنادا إلى قانون الجنسية الذي نظم منحها استثناءا من الشروط وتمت في أضيق الحدود وتمت في أضيق الحدود ويبلغ عددهم من عام 2001 حتى 2011 648 شخصا بنسبة 42 في 10% من إجمالية الذين اكتسبوا الجنسية خلال هذه السنوات وبالرغم من ذلك فلا يبدو أن هذه التصريحات أو التطمينات إنجاز التعبير قد خففت من الهواجس أو علم الثقة المبررة في الاعداد الحقيقية لمن تم تجنيسهم والخلاصة أن التجنيس هو أمر لا يمكن لأي دولة من الدول أن تتخلى عنه كسبب من أسباب اكتساب جنسيتها وفقا لقوانينها وبما يتلاءم مع حاجاتها وأغرابها ومن الطبيعي أن السياسة التجنيس في هذه الحالة أن تقدم ضمان الاستقرار والتطور للدولة والمجتمع وهي لا تكون كذلك إلا باتباع القائمين على أمر التجنيس سياسة شفافة وبتقييدهم بالغايات التي استهدف المشرع تقيقها من التجنيس طبقا لما نص عليه الدستور وقانون الجنسية وعدم الانحراف بالتجنيس عن هذه الغايات شكرا 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 مشكلة التجنيس في البحرين حقيقته مؤلمة لتعجها ويتلمسها السقير خبر الكبير ولذلك هي من المهم إلى أن قد نقصوا على محاسبتنا للمسؤولين عنها سواء بالقول أو بالنصيحة عسى والعلّة أن يتداركوا ويضعوا أمور حسب نتائجها بيكون بطريقة أفضل أو يعالجوا ما سبق ويعالجوا ألقاً للمستقبل أيضاً ورقتي ستتناول تداعيات المحيشية والاجتماعية والسياسية لأن أستاذنا خطى الجانب القانوني فسأبدأ أولاً في قيم ومفاهيم في شأن عملية سأبدأ أولاً في قيم ومفاهيم في شأن عملية الدجنيس واحد عملية التجنيس بحد ذاتها ليست سواء ممكن للدول أن تجنس حسب حوجتها وحسب ضرورات التنمية وإلى آخر ليست سواء إلا إذا شانت النوايا والتوت مبتقياتها يعني تنعطف إلى سوء استخدامها الثاني وعملية التجنيس هي ليست استجابة قسرية لعوامل تتنامى مستقلة دون رقابة ومتابعة ليحق على المعني تسليم سك الجنسية مجبراً في استحقاق مثال تصريح وزارة الداخلية حول تجنيس المنتمين للوزارة في تقدير كان صورة واضحة لحقيقة الأمر بأن هؤلاء وظفوه مسبقاً وأبقوا المدة اللي يحتاجون التجنيس فيه وبالتالي منعوا الجنسية للآباء الآباء اللي ذي يتبعهم أيضاً كله أب يمكن عدد زوجات أولاد متعددين فتكاثر الأمل مع أن لم يصدر تصريح رسمي يعني مدعوم بخلي نقول يجعلانا نذق بأن هذه الأرخام صحيح أو لا لم يصرحوا في عدد المجنسين يعني لم يكن هناك تقارير لموضوعات التجنيس من فترة وآخرى ثلاثة حقيقة عملية التجنيس لزمنا في الموضوع هذا هي استراتيجية يتم رسمها وبالوردها يعني مش خاصة أنه عامل بقى في الدولة خمسة سنة وتجنس أوتوماتيكياً لا هذه سياسة أو استراتيجية ترسمها الدولة من أجل أن تستفيد منها أو يعني في خدمة مواطنينها أو في خدمة حتى يعني أداء الخدمات فهي استراتيجية تمرسمها وبالوردها ومن ثم تحقيقها على الأرض الواقع بأدوات وبسائل تحدد مسارات التنفيذ وبأدوات وبسائل للمتابعة الحذيثة من بداياتها إلى منتهاها وبأدوات وبسائل لكشف الحيد عن مسارها وهي لها أهداف بعينها مبتغة وهناك عملية تجنيس هادمة لمجتمع وهناك داعمة له أربعة وأنها عمل أي عملية التجنيس هي عمل وهداء ومثابرة يقوم بها المعنيون فيما يخص تركيبة المجتمع الديمغرافية من أجل أما خدمة فكرة أو خدمة حق سوادي خدمة الفكرة وخدمة الحق ففي التجنيس الذي يخص خدمة الفكرة يعني فكرة أن أطور مجتمعي من ناحية يعني توفر مثل قوة عاملة في مجالات فأنا رح أجنس مثلا أطباء فروحنا أجنس مجموعة أطباء أو مهندسين أجمع مجموعة مهندسين أو ما شاء يعني كمثال ففي التجنيس الذي يخص خدمة الفكرة فأنه يتم عبر دعوة منهم منوي تجنيسهم منوي تجنيسهم وهذا ما يعني فعلته ذات الداخلية في حين استجلبت من نعمة في الداخلية وجنسه فيما بعد وهذه سيئة يعني هذه ممش داعمة وتسكينهم وتوظيفهم وتوفير جل الخدمات لهم بعيدا عن منطق الشحة والعدم يعني ما في شيء من الشحي وحدام متوفرهم كل شيء فهي مخصصة لها ومضمونة في موردها ومؤكد هنا أن هذه العملية ومؤكد هنا أن هذه العملية تتم بنمط جماعي أي الترتيب لتجنيس جماعة وليس أفراد ستة ويتم الترتيب لهذه الجماعات من بين ما بين أحد خيارين بناء على مبتقة تجنيسهم وعلاقته بخدمة المجتمع أو علاقته بخدمة فريق منه هنا السؤال تجنيسي بخدم في المجتمع أو بخدم فئة من المجتمع سواء سلطات أو يعني مش جانب يعني ما مش مصلحة وطن مصلحة ذاتية لفريق سقير من ضمن مجتمع البلد أو البحرين في التحديد ويتم الترتيب لهذه الجماعات من بين أحد خيارين على مبتقة تجنيسهم وعلاقته بخدمة المجتمع أو علاقته بخدمة فريق منه مثال ترتيب تجنيس منتزب الداخلية واجهات بمستوى يعني يعطر الداخلية ويضع الجانب المؤسسات العسكرية أيضا ففي حالة تجنيسهم لخدمة المجتمع يتم دمجهم فيه هاي اشتراطهم ليمارسوا دورهم في خدمته وإرقائه جراء تسخير علومهم وخبراتهم وبالمقابل فأن تواصلهم المستمر مع المواطنين لا بد أن يكسبهم شيئا من صفات وهوية المجتمع الحياتية والاجتماعية والإخلاقية إلى آخره وحتى أيضا اللغوية عما في حالة تجنيسهم لخدمة فريق فيتم عسلهم عن المجتمع وزجهم في ضيق حدود الفريق المهني أحيانا في المعسكرات وفي ضيق مساحة حياة كما في الخدمة العسكرية فيظلوا على نشأتهم الأولى مفترقين عن المجتمع وعاداته وقيامه تسعة أما في التجنيس الذي يخص خدمة الحق فأنه يمتاز بالصفة الفردية أو أكثرها بالصفة الأسرية وهو مشروط بطلب راقب الجنسية وذلك بعد استحقاقها زمنياً ومن حيث إقامته في البلاد المدى القانونية التي قضاها في ظل عدم إتيانه ما يسخط حقها فيها يعني خالف القانون أو خالف أو اختلف من الجرائم وعملات التجنيس هذه مشمولاً فيها طرفين أحدهما شخصي أتعج عن التجنيس لخص خدمة الحق طرفين أحدهما شخصي يعني شخص بمعنى وهو شخص طالب الجنسية والآخر اعتباري وهو الطرف مانح الجنسية ويتصب الاعتباري كونه هيئة أو إدارة أو مفوض غانوناً ولكن يظل هناك خلل بقية تحديد الولاء ما بين الولاء للمجتمع أو لفريق أو اللعب على الحبلين عاشرة عملية التجنيس تحكمها أدوات ومعايير ألف ضرورة مواكبة واستفاء شروط التشريع القانوني ومتطلباته بأن تكون نتيجة لاحقة على استكمال شروط منح الجنسية وليست سابقة لها ودون معي استثناء مهما كانت الدوافع مثال محاولة بعض النواب التوسط لدى مسؤولي الحكومة لصالح بعض طالبي الجنسية من محتملي ناقبيهم عبر إقامتهم في دوائرهم أو دوائر جماعاتهم الانتخابية لإعفاءهم من شرط باقي المدة هذه قصة اشتهرت في الخبرها جيم أن يكون طالب الجنسية قد خدمه وانصحره في المجتمع وقارب أقصى حلود التقارب للهوية البحرينية دالا يكون منح الجنسية نتيجة الامتنان المجتمعي وليس الشخصي لأي كان مهما على شأنه أنا تحضرني بقولها أحد الأشخاص طبيب يقول دخلت بيت الشيخة فلانة بنت الشيخ الفلاني عالجته طلعت وبعد سبوع استلمت الجواز نقير مطلبه هذه المتنان شخصي ليس المتنان مجتمعي ثانيا استنباط تعداد عملات التجنيس تعداد عملات التجنيس التي تمت لغاية تاريخ يعني محاولات لوصول الأرقام طبعا في الثامن من شهر مايو سبعة وثلاثين ألف سبعة وثلاثين بدأت تحديد وحصر الحائزين على الجنسية البحرينية بداية التحديد بمعيار ولادتهم في البحرين لأب أوجد بحريني وفقا لغانون الجنسية في حينها رقم عشرين على سنة 1350 هجرة طبعا ومنذ ذلك التاريخ لغاية اليوم لم توفر الدنيا أي أحصائيات رسمية لحالات وتعداد التجنيس ولكن هناك محاولات من بعض المهتمين لاستنباط تلك الأرقام من خلال تحليل النمو السكاني ومعدلاتها الطبيعية ومن ثم استخراج الزيادة في عدد المواطنين عن غير طريق النمو الطبيعي من خلال إضافة تعداد المواليد وأنقاص المتوفين من كل عام وليس لذلك المنسيبين سواء عملية التجنيس السنوية يعني الزيادة الفحر وفروقات هذه التي تتم في الخفاء دون تبيانها في الأحصاءات الرسمية بما يضع علامات استفهم أنا أقول كبر القافعة علامات استفهم كبيرة ونتيجة أن تعداد المواطنين كان في أحصاء عام 2001 أربعمائة وخمس ألف نسمة وكان ذلك شاملا من تم تجنيسهم في التسعينات وعددهم ليس معلومهم لدينا اللحظة في التسعينات لا عندي معلومة على الرقام التي تم تجنيسهم وكان مفترضا حسب النمو الطبيعي أن يصل التعداد في 2016 إلى خمسمئة وثمانة وتسعين ألف مواطن إلا أن العدد قفز إلى ستة بيئة وخمسة وستين ألف مواطن حسب بفارق مئة وسبعة وثلاثين ألف رقم يعني يتوقف عنده حتى الأعصام والأعمى وهو الرقم المقدر لعدد المجنسين خلال أعوام من 2001 إلى 2016 طبعا هذه كلها في حصاءات يعني ما وردت سفاصيل هنا وقطعت بالنتيجة من يحتاج ثالثا أو الجزء الثالث من الورقة تداعيات التجنيس القائم الحالي المعيشية والاجتماعية والسياسية واحد من أرقام مشروع ميزانية 2017-2018 هي تبعين لنا ألف نصيب المواطن من إجمال المصروفات الميزانية حسب التالي إجمال المصروفات في 2017 3 مليار 579 695 مليون دينار في 2018 3 مليار 687 مليون 194 ألف المواطنين كتعداد في 2016 528 310 زائد المتوسط نمو طبيعي هذا حتى 2016 حتى حتى بسطنبط في 2017 و2018 المواطنين المواطنين في 2016 528 310 ألف زائد المتوسط نمو الطبيعي حسب واحد استنتيجة من خلال الكالكوليشن 1.7 فإذا اضفنا 1.7 على مال 2016 يعطينا مال 2017 وهو 537 1291 واضفنا على هذا 1.7 مرة ثانية يرطل عنده 2018 546 425 تكلم على المواطنين وليس سكانة يعني قيل المقيمين فنصيب الفرد من المصروفات لو قسمنا إجمال المصروفات على هذه العداد المواطنين من أصلا النتيجة في 2017 إلى نصيب الفرد السنوي 6663 وفي 2018 6748 ليتحصل 137254 أنا بابتر استخدم كلمة حامل جنسية لأن وزر الداخلية يطلقها حامل جنسية بدل مجنز يتحصل هذا الرقم إلى 172254 حامل جنسية ما سميه حامل جنسية وفي مشكلة يتحصل 137254 حامل جنسية في 2016 طبعا على المبالغ التالية 914 مليون و523 1402 في 2018 هذا العدد أيضا يعني حصته من إجمال المصروفات 926 مليون و189 1992 دينار والمحصلة أن حصة حامل جنسية من مصروفات الميزانية تكاد تقارب مبلغ العنس السنوية في الميزانية البالغ مليار و344 مليون وآخر من كسور لعام 2017 وهو مليار و310 مليون دينار لعام 2018 هذه معلومة يجب الوقوف عنده الحقيقة أنا ما بطأ يعني أتناولها بالتفصيل ولكن نعتقد هي على مستقام كبيرة يجبا على المهتمين أن يمكن يطوروا الطرح ويطوروا المعالجات إذا جئنا نصيب المواطن من دعم الحكومة المباشرة إجمالي من دعم الحكومة المباشرة من 2017 166.96.964.000 و2018 161.822.466.000 أي ما نسبته حوالي 25 أسف ليتحصل نفس الرقم من 137.254.000 حامل جنسية على المبالغ التالية هذه من 653.000 سيحصل الجماعة الحاملية الجنسية على 166.968.864.000 في 2017 و 161.864.000 822.466.000 في 2018 أي ما نسبته 25.55 يعني 25.55 في 2017 من إجمالي المصاريف ستتقول حق الفئة من المواطنين هذولا و 25.21 في 2018 لأنه لم يتم منحة الجنسية في عام 2017 ولا في 2018 لأنه إضافة الأرقام ستتغير وتنتجه الأسوأ ثلاثة و نتيجة ذلك أيضا مزاحمة حامل جنسية للمواطنين في نصيب الفرد من الخدمات وخاصة ضرورية منها مثل الخدمات الصحية والسكنية والتوظيف بين قوسين التوظيف حيث أنه مضمون له كل ذلك أكثر من المواطن إضافة إلى أنه حامل إلى أنه حامل جنسية يزاول عدة وظائف ومهن وهذه ترى بسئلة واضحة لمن يعني يتواصل مع رموز أو فئات من الحامل الجنسية ترىهم يعني هو موظف الداخلية أو موظف الجيش أو إلى آخر لكن يبيع يشتر مستعمل طبعا مقرش الجلات يتاجر في السكراب الأدوات المستعملة وشعر فيش وآخر وكثير من الملاحظات وهذه واضحة تمام الوضوه يعني يعني ما تحتاج أنه واحد يجري بحث فيها يعني يقابل هالنوعيات من الناس في الشهرة في حياة اليومية الطبيعية العادية بحيث يجيك يسألك عندك شاب تبيعها عندك سيارة تشتري أو إلى آخر ومن حيث أنه النحامل الجنسية ومن حيث النحامل الجنسية من من يقدمون بشكل جماعي نتبه لها النحامل الجنسية ولهم عاداتهم وإخلاقهم فأنهم حتى وأن لم يعزلهم استخدميهم كما في الأجهزة الأمنية والعسكرية حيث غالبهم يعملون فأنهم ينطوون على بعضهم في كنتونات سكنية واجتماعية ولا يطالها الأثر الوطني المحلي فيظلوا من عزلين على ذواتهم وفي عزله إلا ما يضطرهم وفي حالات لحظية وتنتهي سريعا في المحرق في منطقة بسيتين بالتحديد مثلا هناك كثرة من المجنسين وحتى في تنقلاتهم وخاصة عن شباب الأولاد منهم زرافات لا يوجد وحدانا هؤلاء هؤلاء زرافات يتحركون من المنطقة من مكان لمكان برادة لنفطة تجمع تجمع فيها وآخر خمسة كون حاملة جنسية يعملون في غالبهم في أجهزة بعينها لمن تسبيها الأثرة عبر المحابة والإرضاء من باب الاستمالة لضمان الولاء فهم لا يتورعون في حياتهم اليومية وحين يوكل لهم حفظ الأمن في تجاوزون الحدود والحقوق والمسؤولون يبتسهمون من باب من صفع خسمي فهو ليسند ستة الخلاصة أن التجنيس في البحرين هو وسيلة صورة هذي استنتاج شخصيا ولا أحمل جمعية مسؤوليته الخلاصة أن التجنيس في البحرين هي وسيلة أمنية وعسكرية بتقدير أن هي واحدة الوسائل الأمنية والعسكرية توسرتها السلطات استنصارا بها على عامة الناس لا فرق في ذلك عندهم لا لمذهب ولا لدين ولا عائلة ولا جه ولا مال فعند الخلاف هو إياهم يأتيك زار الفجر من حاملة الجنسية ليفعل فعلها الرسمي المأمور به وفعله من رأسه بما يفيده كما حديث عن سرقات موجودات المنازل وفلوس والآخر وذهبات وفعله من رأسه بما يفيده دون سلطان عليه لا من أخلاق ولا من إنسانية ولا من محاسبة ولا من قانون وهي كذلك وسيلتهم في التصدي أتحدث وسيلة السلطات للتصدي للفعل الحقوقي والسياسي الشعبي التي رسموا لها منذ حل مجلس الوطني عام 75 حيث بانت كما الشمس العقلية المشيخية للمسؤولين عقلية شيخ يحكم ولا يناقش أو يأمر ولا يفاصل في الموضوع حيث بانت كما الشمس العقلية المشيخية للمسؤولين فلم يأنسوا لنظام الدولة المدنية الدموقراطية ولا كذلك في موادرة طرح الميثاق فلم تكن هناك سلطة تعتبر للشعب بخطر ما كان هناك أنفة وتعالي عليه بمثل ما بقت الحالة الحقوقية والسياسية جاملة في مرحاة قانون عمل الدولة من قبل السلطات طوال 27 عام جاءنا لذات العقلية المشيخية في تجوير الشعب من كل أدوة حقوقية وسياسية للـ 18 عام الماضية وما زلنا فلا ينخذ عنا أحدا بسراب شكرا لكم شكرا جزيلا للأستاذ يعقوب سيادي على هذه الورقة القيمة والتي تطرق فيها كثير من النقاط المهمة والآن نفتح باب الحوار والمداخلات لتسأل إذا أحد عندهم تفضل أولا سأل عنكم نشكركم جزيلا شكرا للمدوة الطيمة السؤال إلى متى سوف يستمر العملية التجنيز هل يعني السنوات القادمة مستمر لها يعمل التجنيز أو سوف يتوقف يعني يعدد الكاباسيتي السكام وسؤال السامي طبعا بالنسبة عمليات يعني السرقات ومسرقات فعلا هناك الآن عصابات موجودة عندنا معلاش الشيء ضهرت وإذا هناك معلومة أنه وجود يعني خطف الأطفال من الوزير وإذا هذا فعلي تعيش مغول يعني خطف الأطفال وإشاء الله شكرا بسي شكرا في مداخلة ثانية الدكتور تفضل حبا عندي تعقيب وسؤال بالنسبة للنمو سكانة البحرين أخياته قلت أن إنه 1.7 أعتقد أن إنه 2.7 وليس 1.7 أنا ثاب الإقصائيات على طول الفيزيز 2.7 بالنسبة لأرقام من المجنسين في البحرين ذكرت عدة مرات رسمياً يعني خليفة الظهراني قبل فترة لما قال إنه أصلاً البحرين ما جنست أكثر من 120 ألف رئيس من جلس النوا بيقول بس 120 ألف وهذا وهي تصريح قبل عدة سنوات فهذا تصريح رسمي يجب أن يعتد فيه التصريح الآخر لطلع من سفارة باكستانية قبل سنتين وثلاث سنوات وقال لو تم تجنيس 20 ألف باكستاني وهناك خمسة آلاف آخرين ينتظرون دورهم في التجنيس يعني يمكن كملوا سارة وبعد يومين رأسا السفارة الباكستانية قال لا هناك غلط هناك التباس وينسوا هذا الخبر طبعا جاءهم السنعي يعني فالتجنيس على قدم وثاق الأسف الشديد والمواطن البحريني يذوق الأمرين لما ترحليك المراكز الصحية لما ترحليك المستشفعات قوات الدفاع أو الملك حمد أو السلمانية شو المجنسين والأجانب تارسين الأماركي يعني فبالتالي المواطن البحريني الأصيل الأسف شديد قبل الموعد بدل مثلا في آخر دي شهرين يعطونا بعد ستة تشهر ليل لأن كل دي ليل الأجانب والمجنسين ماخذين الغالبية يعني حتى لو تأخذ حاليا أن الأجانب يمثلوا 55% أو البحرينيين 45% بالتالي المواطن يرفع ضريبة المجنسين والأجانب يعني يجب أنه ما ننزل اثنين المدارس المدارس أصبحت نشوف فيها في بعض المناطق كلهم المجنسين وما يعرفوا يتكلمون العربية وصارت لغة عربية بس ليست لغات الضال يعني مثل ما قال حتى كثير من البحرينيين تركوا المدارس الحكومية لأنه لا يشوفون أولادهم يختلطون مع ناس من غير طبيعتهم من غير حويمة فيأثرون عليهم فبالتالي أنه وكل ما جاء هل أمور يزيد أكثر وأكثر طبعا وآخرا وصلت إلى جيران في السعودي وضايقوا منها وجابوا فيمكن يعني هذه يضعون أنه حل لأنه إذا استمرت على الأوضاع بعد عشر سنوات نحن كنا نشتغل كل أرباب ما نحن هنود كل أرباب كل هنود إذا أرباب نحن بعد عشر سنوات كل أرباب هنود وباكستان وغيرها ولا يمأسا يعني شكرا صدر أكثر أعرف نفسك أروف نفسك أستاذي لو شفنا منتخر البحرين لكتل غلم نشوف الهجوم سوداني والوسط سوري والدفاع موانه هني أستاذي احنا الآن تقريبا مقبلين على انفجار سكاني فأستاذي هل من هل الحكومة لأوجهات لإستحوالها قضاء الانفجار وشكراك ما نكون في أهل الكهب نتحدث عن مصوص ونتحدث عن علاج صار ونتحدث عن علاج بن فوسين طبعا علاج أعتقد أنه لعندازم ما نكون التبططة على اللي داعد على حجرة في مستانقع وأعتقد أن هذه الحجرة هي العالم كلا نعرف وطأة الجوار الإيراني السعودي كلا نعرف مخطط تغير الخرائط من سنوات وطيرة تنفيذ المخططة التي كان يبيننا أيام الهميلات قبل الواتساب ونقول معقول إسر هلو 2008 قرأت كتابة بالحيزة النوم عن الصراع النقر و2008 قرأت كتابة 2017 قرأت كتابة مباشرة لذلك 2011 الجوار الإيراني تبكيب البحرانية لذلك الملك لا أعتقد أنه حماية المشروب في القراء المضيط هو يحكم بلد هو حاكم بلد وهو عضو في تحالف دولي والثقل السعودي وبقى الجوار السعودي كما وبقى الجوار الإيراني كما أشكالية التركيب السلطانية أنا أتكلم ليس بموجهة نظري أنا أتكلم والذي أرجو أن لا يساق لهم إلا نحن 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 نعلق هجوم سوداني ونفعه ما رأيش الذين يديرون القرى الأرضية الذين يجتمعون الذين يديرون القرى الأرضية تجار سلاح من الخريقة التركيبة التي سافر ألمانيا لندن إلى خلقها في العالم نحن لسنا بمنأة عنها فأعتقد أن تكلمت بنصوص قانون وأن صار ومصار وخامش فرية ما اتخذ القرار في البحرين المفروض للحالات التي نرى الفضاء الجنسة إلى خلقها أعتقد أن سمحوا لي عدراً وحباً للجميع كأننا نحن من أهل الكهب في معركة غير قراءة في وطأة جوارين في حوثيين ثلاثة في المائة مرة واحد في المائة صاروا هم رأس حربة البعض والتدخل وهي لازم ما يكون يعني أو لازم يكون في حزبان ليكن نتكلم والله من شون نكون وهميين ووعيين ومتطفين وسياسيين شكراً 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 على مستوى المسؤولين وعلى مستوى المواطنين إلى حقيقة التداعيات الكارثية بسبب سياسة التجليز على كل المستويات الآن أنتوها شكراً اليوم الأقوان شكراً السؤال الآن بعد هذا الإدراك هل هناك وسيلة لمراجعة مثل هذه السياسة؟ هل الدولة فعلاً أدركت وتدرك هذه المخاطر؟ نحن نعرف أنه البداية أنا لا أتصور بأن من اتخذ قرار التجنيز هو لا يعرف بأنه هذه النتيجة والمحصلة النهائية التي وصلنا لها وأكيداً يدرك هذه الممتج على كل المستويات الأشعر والأفوان في الطلب وفي التعليم وفي البنية التحتية هل معقول من أن نتخذ القرار لم يكن يدرك هذه النتيجة؟ أكيداً الآن فاضت فاضت الكارثة راحت دول الجوار ومسيتهم بدأ أجاز الخطر تده على مستوى عالم ستصبح أكبر يلوي أكثر الآن هل هناك مجال للتوقف ومراجعة هذه السياسة؟ هل بالإمكان أن الدولة تقول بأننا نحن جنسنا ونسحب هذه الجنسيات الأطناء ومثل ما هي حادث المهم قانونياً وإنسانياً واجتماعياً هل يجوز؟ كيف أننا كقوة سياسية معرضة حدرنا من هذه المخاطر؟ الآن كيف بدأنا أن نساعد هذه الجهات التوقف عند هذا الحد ومراجعة هذه السياسات؟ هل بالإمكان؟ والبعال شكراً محمود نترك المجال للأخوان الإجابة أحمد ملك أحمد ملك تريد تفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني أن ت Pastr تذكر هذا الإنصار تتيبه ده مو من داخل مو من برح تتيبه من داخل ففي أسباب أساسية حقيقية مع الأسف أن الأسباب الحقيقية للتجنيس هي غير ذلك يعني مالها أسباب حقيقية أن فعلا هي يعني تطلب منك زيادة العجل خاصة ان الجانب الآخر احنا بلد متواضع يعني اقتصاديا فانت مو عندك اصبار التأثير والتجنس بين الرقم هو فعلا غير اعتقد المعنى والسبب بذلك ان انتصار حشارة ظاهرة يعني تشوفها بقين فتطبعها لانه وبعدين بدلا ينصهر المتجنس في المجتمع مالك صار ان العكس صحيح هو ما زال يبيه يمشي ثقافته هو يعني الثقافة مرتك اسملا انت البحرينية تتأثر بثقافة الاخرين في وقت النار والاخرى فكخلاصة وين انت بستفيد من هذا الموضوع يعني انت محين صرك الى مثل يعني الموضوع اثر حتى لعنده من الجوارين اخرى وكذا انت حوام بتوقع انا اعتقد فيه اعتقد مادري ملا صحيح هذا يعني اعتقد في كلام انه هو في نوع من التوجه ليعلقا للحد من او تبريد اعتقد ذلك بانه صح يحدث ما يقولون من المو يزال عزب تأثيرات السلبية مردا اكثر من الاجابيه شكرا حبيبي ولان اذا ما في اي مداخلة تفضل حبيبي تفضل شكرا لنا اخذهم كلهم مرة واحدة حبيبي نسال خير اشكري للعيد التجمع على هذه المدوة وشكر وعصول المحاضرين للساتداء وبالنسبة للتجنيس يعني مشكلة كبيرة الان هذه الخلقة امام شعب البحرين هل هناك رقم استراتيجي على مستوى السلطة رح توصل لرقم مثلا مئة ألف أو مئتين ألف بس المخاوف به أنه يقولون رح يوصل هذا الرقم أكثر من السكان الأصنيين وهذه مشكلة يعني هل يحق لك السلطة حتى تمشي في هذا المشروع بدور رادع لاوطني أو دولي شكرا شكرا حبيبي فيها أي مداخلة ثانية نترك المجال للمحاضرين شكرا حبيبي شكرا حبيبي شكرا حبيبي شكرا حبيبي يعني في الأساس أن كل بلد يتبع سياسة التجنيس بدلا على حاجته هو داخلية يعني إذا هو محتاج للتجنيس فهذا من الطبيعي أنه لازم يجنس إذا مو محتاج للتجنيس أو محتاج لحدود للتجنيس فهو يختار حسب الاختيارات التي تساعدها على الاستقرار وعلى التطور للأسف أننا يعني السياسات المتبعة هنا في البحرين ما في شفافية بين المجتمع بين الشعب وبين الحكومة ما في سياستها بالنسبة للتجنيس وما هي الأغراض للتجنيس وكم من هم الذين يجنسون ولا في إحصائيات والعملية كلها صايرة ملتبسة كل واحد يقول رقام ولا تدرون يعني الصح من الغلط مثل ما تقول المسألة الضائعة فهذا بالضرورة أنه يولد عدم ثقة وعدم طمينان من الشعب من قبل المجتمع في حين في المقابل أن الحكومة تنفي أن وجود تجنيس بهذا الحجم الذي يتحدث في حديث عنه وهذا يعني في الأساس أنه أنا أقول أن الحكومة تتحمل حتى لوما الكلام اللي هما يقولون يعني هما صادقين فيه هما يتحملون هذه المسألة لأنه ما في شفافية في الوضوع في كل هذه المسألة كما أنه في يعني إشارات وفي دلائل كثيرة بالنسبة للناس تأخذها كدلائل على وجود تجنيس غير اللي يصرح عنه في حين يعني في حالة أنه ما ما في يعني معلومات كافية وما في حرية للوصول لهذه المعلومات اللي موجودة بالنسبة لمن يريدين يصل إليها فبالتأكيد أن في الناس بيتضع اللي ما تشوفها أن هي تستنتجها من خلال الدراسة يعني هي اللي تشوفها من وقاعها مثل ما لحن الأستاذ يعقوب يعني من خلال الدراسة اللي هو شافها وصل إلى نتائج وما أحد يقدر يقول أنها نتائج مصحيحة لأن ما في نتائج صحيحة عساس تقول أنها هي مصحيحة ما في نتائج الناس تطمن إليها عشان يعني تكف ألسون من يقول أنه في تجنيس مئة وعشرين ألف وواحد يقول مئتين ألف وواحد يقول يعني هالمسألة صارة يعني ضايع على القصة فهل في مثل ما يقول أستاذ محمود هل في وسيلة يعني الوسيلة الأولى أنه ليجب على الحكومة أن توقف الحين مسألة التجنيس حالا فورا أنه ما يتم تجنيس حاليا ويجب أن تعاد دراسة سياسة التجنيس المتبعة وخروج باستنتاجات هل هذه السياسة تخدم البلد تخدم تطور البلد تخدم الاستقرار البلد تخدم إزالة عدم الطمانينة والخلاف وعدم الثقة الموجودة بين الحكومة وبين الشعب وبين طياف الشعب حول موضوع التجنيس هذه المسائل لجب أن يكون فيها وضوح حتى يستطيع أن الناس تطمعين أن التجنيس يسير في خدمة البلد في خدمة استقرارها وخدمة التطور شكرا أشكر استماعكم وتعليقاتكم أستاذ عالي الراحة يا لي بس كويس أن أعلق الذكر هي معروفة العملية من جماعة السفارة الباكستانية بس لو جماعة الفيجرز على بعض أبعض نوصل إلى شيء قريب حق المئة وسبعة هذين ألف اللي تكلمنا عنه من خلال تحليل النمو السكاني الغير طبيعي بعد يعني إزالة ما يعني بعد تثبيت شيء طبيعي وشفنا الفرق الزائد فطلعنا لدينا الارقام هذه إلى متى التجنيس أستاذ عرف سؤال السؤال هذه أولا في تقديري أن يعني عاملين التجنيس أنا قلت في ورقتي هي ليست وليدة لا عام 2001 ولا وليدة 2010 ولا 2016 هي بدأت باستراتيجية لما يقول استراتيجية معناته مسخر لها جميع الأناصر لإنجاحها ولتحقيق نتيجة محددة مش يعني يمكن لا ما فيما يمكن ما يمكن أنا رح أسوي هكذا وواصل هذه الأعداد وهذه كلفتي وهذه وسائل كلها مرسودة في الاستراتيجية ومورست لكن يبدو أن حتى هذه اللحظة هذه الاستراتيجية لم تستوفى بعد يعني ما زال هناك أيضا جديد فيها نأمن 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 أن لا يكون لكن المعطيات والمعشرات هذه نتيجتها الآن يعني دور من له دور في المجتمع سواء طبعا هيئات اعتباري كالجمعيات السياسية أو حتى الجمعيات المهنية وهي الأخرى وخاصة المتعلقة بالجوانب القانونية وبعض المهن التي تخشى على مهنتها أن يعني تغالب فيها في البحرين وبالتالي يطعونها معوت منها ويسكنونها من يحمل جنسية أو سيحمل جنسية لاحقا أعتقد يعني كان الحديث عن موضوع الدجنيس بالرغم من أن هناك طروحات وإلى آخره في تقديري يعني أقل مستوى من المواجهة أعتقد هذا التجليز سيجب أن يواجه المواجهة أنا ما أقول تغالي خلنا شي الحصى ومشي مشافيه ولا لا المواجهة تأتي عبر فلنسمع فلنسمع ولا نخشى فلنسمع المسؤولين ولا نخشى أن هذه نتائجكم لو أخفيتوها سنتدبر أمورنا ونصل للمعلومات وسنعلنها طبعا هذه المسائل كلما أصوات يعني كثرت وتعددت مصادرها كلما جعل على الأقل على الأقل بيبتلون يفكرون يعني إذا هم قدروا يخفون مثلا بعض الأرقام في التجنيز وما أحد أعرف بالضبط كأرقام حقيقية طبعا هي موضوعة الرمي بعض الأعلومات عن طريق خليفة ظهراني رئيس من جلس النواب أو يعني سفير هنا والله الأخر هذا كلها يعني هي ترى نوع من الاستسلام حقيق الضغوطات اللي عالم قاعدة تصرخ أن نحن قاعدين نعاني من موضوعات التجنيز هذه طبعا هي يعني نعمل التخريف لكن يعني أنا أسف وما أريد يكون هي صحيح لكن هذا المشكلة الواقع لليش أن السلطات البحرينية معتمدة على التجنيز لكي تحارب بها شعب البحرين يعني لا يعملون البحريني لا يوظف الداخلية لا يوظف في الجيش لا يوظف حتى في بعض الوزارات اللي لها علاقة يعني يعني بعض الوزارة الكهرباء مثلا بغضل نظر عنها يخص كلهم في الجفيرة هنا تشنيد آخر مع أسكر 46 بوابة 46 الطق في البطاقة في عن مدخل وبوابة افتحت وصاكلك يعني شيء معقل كثير ما لازم ولكن من الضروري أن لا نتوقف عن طرح المشكلة حتى لم يمكن للينا حل جاهز ماذا يفعلون الأمور كلما تضحت نتائجها السلبية كلما أيضا أنا أنا نتكلم عن سلبيات بكرة الآخر نتكلم عن سلبيات تبدأ في أنا ضايقت وأنا في المحرق من المجموعات من الممارسات التي تمارس من قبل حاملية جنسية أبسطها أنا كبحريني عندما أجي أوقف سيارتي لا أوقف جدا ببيت على الفطرح بشكل يعني هذه السليقة اللي عندي أنا هذه هويتي هذه أخلاقي هذه الطعام مع الآخرين بمعنى لا أوقف جدا ببيت وبن وقف سيارت ببيت سيتوقع أن صاحب البيت قلت أوقف جميع البيت عندي هاي سيارتك أنت موسيارتي أنا فسيارتك أنت هويتك أنت أنت لك علاقة بالبيت هذه ما لك علاقة بالبيت هذه أنا عندي نساء عندي بنات عندي الأخرى أيضا المحيط فتصرفاتك وحركاتك أنت ستحكز راح تربط بأنا ما تربط بك أنت الجماعة ما عندهم المعايير هذه عادية عندهم يعني ما عندهم مانع يقفل خط مش واحد المجموعة كلها يتسكنون في مناطق على طريقة كيتونات المسار كامل بالشارع من حضر إلى آخر كلها تحول إلى موقف للسيارات فيأتي واحد من خط مال بس الجانب من جهة المقابلة محجوز الخط كلها مال فتضح سلح عملية المزاحة ما توم مشابه البعض يعني ينظر الأمور هذه كلها يعني هذه حالة ضرارية وضع ما في باركات منطقة والأغناء صحيح لكن عندما تكلم عن النظام يجي من يكون نظام نظام أما إن الشارع شارع أو إن موقف ما عند كم شارعين وما عند موقف تقوم تجاه واحد هذا حال من الحلول يعني الآن بعض القضايا في المحرق مثلا استخدام العملية المطاطية في وسط الشارع حد كثير من مسائل طيب هاي تجابة لأن الممارس الخطأ أن يكون محسوب عن وزارة سيانية مثلا وبالتالي يعني ما عرف كيف يعني في أحد المواقع في أحد المواقع أنا كتبت عن شارع معين في جهدات البسط يوم ثاني يعني بالفعل حطوا مخالفات على كل السيارات استبشرنا خير يعني حلت مشكلة المنطقة اليوم الثالث رجعوا كل السيارات كما كانوا خير صاروا قالوا يا هذي كلهم شرطة وينوادونه يم بيتهم هو شرطة يجب أن يوقف سيارة تانية يسدي شرع على العالم بس بشكل عام هل لذي الحكومة توجه الوقف في المجال السكاني مثل ما قلت من البداية الحكومة لن تفعل إلا ما جاء في استراتيجيته إلى الآن لم تحقق إذا لم تحقق مبتقاها النهائي تضل مستمر في الموضوع التجنيس هذا الحال الإيراني والحالة السعودية والأمريكية أستاذنا الفاضل يعني ما عليش هذه وضع دولي في علاقات سواء علاقات يعني تكاملة أو علاقات تضاد حتى وتنشأ حتى الحروب من الدول الآخرة لكن هذه ما يجي يعني أنا ما أجوف الضغط الإيراني أو الخطر الإيراني يجعل البحرين تجنس وأعتقد أن الحل في الناء مواطني يعني في الأخير أنت نمت تتكلم عن دفاع عن بلاده أو عن وطن بمعنى ما أتخذ فيه أكثر حمية من أبنى الوطن أبنى الأرض يعني عندهم حمية تدفاع عنها أما الآخر يعني ما عليش ممكن لققها مقابل إلى حد معين يعني تدفع لي 500 دينار يعني بداف 500 دينار بس لما تطوف يعني تكبر الجيل لا يقبض شيء ثوبك وش وش يعني الغريب أنه مالبدا كانت أيضا من ضمن الجنسية لأنه الآن كنت تخير السياسة التجنيس أو متعلق بالنعمل الجنسية الملاحظ أنه إذا الحديث كثر عن التجنيس التجنيس الآن هناك حالة أخرى سحب جنسيات من بحرانيين بغض النظر عن هو يعني أصلا إيراني أصلا أخرى بس يعني تكتسب الجنسية بشكل أو بآخر وأصبح رسمين وبحراني مثل أيضا الآخرين اللي أجنس بشكل بحرانيين لكن يعني فتأتي الحكومة تسحب جنسيات ها طبعا تبتدي مثلا برموز يعني شيخ عيسى قاسم يخيف اللي يكن سوى اللي سوى دعا إلى ما دعا له طيب هم في بيت قال يعني محاصر بشكل أو بآخر وين يعني يعني وين بلوه إيش ممكن يضر البلاد في حالة الصحية والعمرية والآخر من المواصفات اللي شخصة يعني كأنك في غامة جابري مثل الموضوع ألف تخجل أو تتخشى أن تفضح غامة جابري على شيخ نين ومنشعف إيش يعتبر نوع من الرمز حق يعني طائفة أو جماعة من الناس هناك حلول أخر أيضا لكن الغاء جنسي طب الغاء جنسي يروا بالسفرة بعد موضوع ثاني بعد طب بالإضافة حق يعني اليوم 4 5 أو 5 أو 4 مسافرين هم أعتقد أو 5 وهناك أحكام تصدر يعني اعتباء على موضوع ساحب جنسيات طب هل هل هو سياسة تخويف حق حتى اللي ولد في البحرين وأصلي أنا ما أعرف والله ما نمت أي في البحرين أنا ولي أضع أي يد فيني ما تبعي الحن قول كنت مجنس قم اطلع من الديرة لأن ببايت على هواني يعني أعتقد الحل في كشف الغطاء كشف الغطاء عن كل سوءة مهما كانت نحتاج أن نتحلنا بالشجاعة بالفعل ونكشف كل السوءات في التقل واضح عند العالم أقد أعتقد أن هذه المنغات التي طرحت بشكل عام طبعا في مسألة أخيرة سمحتولي لحباد السؤالي مسموح لي اللي ما تم تناوله بشكل متفصيلي في النجوة أن هناك جانب آخر لاستخدام من يحمل الجنسية وهو موضوعات يعني تصور أنت لما ينزل في قانون العاملين في السلك الأمني والعسكري أن يناط يناط قرار مشاركتهم في انتخابات من عدم للقيادة واحدة القيادة الآن في مرة تدعوهم لمشاركة وفي مرات لا تدعوهم مشاركة طيب وشو الميزان فيهم المضوع هذا حصل في أحدى دوار انتخابية أنه لما يكون شعرف أو قارب معالض على الفوز في انتخابات بأمار المضوع عبد عبد رحمة النعيم الله رحمة يعني طيروا له هذول الدوار عام ما مشارف وشو ما تعرف أصلا فصلهم يعني ممع قولة يعني حتى نظام الانتخاب يجب الحضور الشخصي مش أنا يعطيك جوازي وتحطي في شنطة على بعض وبعض وقال تخدم حق المدير أو رئيس الدائرة انتخابية وهذلين أجل شخص بيرشحون X من الناس ونسجل لهم مش طبيعي هذا حصل في بعض الدوار بس الخاص في الأخير أن هذا أيضا سلاح استخنى في موضوعات يعني من يصل للبرلمان أو منجس النيابي ومن يمنع من الوصول إلى المنس النيابي أيضا كأشكال أخرى من مزوى التجنيس شكرا لكم شكرا للمحاضرين وشكرا للحضور ونلقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى شكرا شكرا